فمن نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الجهود التي يبذلها الجانب المصري للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا كبيرا وصرح أبو مرزوق بأن الحركة سوف تكتمع اليوم للتشور حول كل ما جرى مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين ثم تقيم الأمر وتبحث موقف الجانب الإسرائيلي كما أكد انفتاح حركة حماس على التفاوض موضحا أنها لم تغلق الأبواب ولم تغذل أشقاؤها الذين يعملون من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني